اشتركوا في القناة والرياضية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي تشارك في هذا السباق وأعرب سموه عن تقديره لجهود الشباب البحريني في المحافل الرياضية مؤكدا أن البحرين تتمتع بطاقات رياضية نفخر بها وتسعى لأن تترك بصمة متميزة في المحافل العالمية على الدوام وما يدعو للفخر والاعتزاز بالشباب البحريني وأكد سموه أن ما اعترى هذا السباق من صعوبات وتحديات يجعل من إكماله من قبل شابة بحرينية إضافة حقيقية لسجل البطولات البحرينية في المحافل العالمية مؤكدا دعمه الدائم للطاقات الرياضية في المملكة وتمنى سموه كل التوفيق والنجاح للعداء فاطم حسين في مشاركات وبطولات رياضية مستقبلية حول العالم وحول تجربتها في السباق قالت فاطم حسين أن السباق كان مليئا بالتحديات مؤكدة أن إنهاء هذا السباق الصعب ورفع عالم البحرين عند خط النهاية لأول مرة في تاريخ هذا السباق كان يستحق كل العمل الشاق على مدى السنوات القليلة الماضية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر